حالة من الحزن والغضب عمت صفحات نجوم الفن بقصف مستشفى المعمدان في غزة مساء أمس الثلاثاء والذي راح ضحيته مئات الأبرياء في صياق متصل تم الإعلان اليوم عن تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخة الخامسة والأربعين بحسب ما أعلنت وزيرة ثقافة المصرية والذي كان من المقرر أن ينطلق في الفترة من الخامس عشر إلى الرابع والعشرين من نوفمبر المقبل على أن يتم تحديد موعد إقامة المهرجان في وقت لاحق كما كشف مهرجان أيام قرطاج السينمائي عن إلغاء جميع المظاهر الاحتفالية وانطلاق الدور الرابعة والثلاثين مباشرة بعروض المصابقة رسمية التي تنطلق يوم الثامن والعشرين من أكتوبر وحتى الرابع من نوفمبر نظمت نقابة المهن التمثلية في مصر مساء أمس الثلاثاء وقفة تضامنية مع أهالي غزة وبادر عدد كبير من المشاركين في الوقفة بالتبرع بدمائهم ضمن حملة التبرع بالدم لدعم المستشفيات الفلسطينية في غزة لعلاج المصابين أخيرا وعالميا كشفت منصة نتفليكس عن صور من الموسم السادس والأخير من مسلسل The Crown الأكثر شهرة عبر المنصة إذ يعيد هذا الجزء المشاهدين إلى أواخر التسعينيات والعلاقة الرومانسية بين الأميرة ديانا ودود الفايد والتي أدت إلى وفاتهما المفاجئة ويتألف الجزء السادس والأخير من عشر حلقات موزعة على جزئين اشتركوا في القناة